تستمر العمليات العسكرية في سوريا بوتيرة تصعيدية مع محاولات لقوات النظام والمعارضة المسلحة تحقيق أهداف على الأرض في وقت لم تنجح التحركات الدبلوماسية المكثفة التي شهدتها موسكو خلال الأيام الماضية في حل الأزمة وبعد المحادثات التي أجراها الموفد الدولي الأخضر لإبراهيمي في روسيا خلال اليومين الماضيين وقبلها في دمشق مع الرئيس بشار الأسد فقد أعلن موفد الأمم المتحدة وجماعة الدول العربية من القاهرة الأحد أن لديه مقترحا للحل قد يحظم موافقة الجميع إلا أن الجحيم لا يزال خيارا واردا وكرر الإبراهيمي تحذيره من كارثة إذا لم يتم إيجاد حل سياسي قريبا يستند على اتفاق جناف وحول إصرار المعارضة على رحيل الرئيس السوري قبل الحديث عن أي حل للأزمة قال الإبراهيمي أن من حق المعارضة أن تطالب برحيل رئيسها اليوم قبل الغد ولكن كيف وأشار الإبراهيمي إلى أنهم يتحدثون بذلك منذ أكثر من عامين وكانت موسكو اعتبرت السبت أن التوصل إلى حل سياسي لتسوية النذاع في سوريا لا يزال ممكنا مشيرا في الوقت نفسي إلى تعدر إقناع الرئيس بشار الأسد بالتنحي عن السلطة وعلن وزير الدبلوماسية الروسية سيرجي لافروف أن الأسد قال مرارا أنه لا ينوي الذهاب إلى أي مكان وأنه سيبقى في منصبه حتى النهاية وأنه ليس ممكن تغيير الموقف لافتا إلى أن إصرار المعارضة على هذا المطلب خطأ وسيؤدي إلى نتائج عكسية ترجمة نانسي قنقر